موسيقى بإطار المرحلة الخامسة من عملية غضب الفرات قوات سوريا الديمقراطية تحرر مبنى كلية العلوم الشرق الرقة القوات العراقية تواصل تقدمها في الجانب الغربي للموصل وتقتحم حي الشفاء في الساحل الأيمن للمدينة موسيقى وفي اليمن المستشفيات تخوض معركة خاسرة ضد الكوليرا بسبب الحوثيين والأمم المتحدة تسابق الزمن لمنع المجاعة موسيقى أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن نبدأها من الشأن السوري إذ حررت قوات سوريا الديمقراطية مبنى كلية العلوم التابعة لجامعة الفرات شرق مركز مدينة الرقة بعد معارك شريسة خاضتها القوات مع أفراد داعش ضمن إطار المرحلة الخامسة من عملية غضب الفرات وأسفرت المعارك عن قتل عدد كبير من مسلحي التنظيم وتدمير آليات مفخخة لهم بحسب ما قالته مصادر عسكرية لوسائل إعلام محلية كما عثرت قوات سوريا الديمقراطية على مقبرة جماعية في حديقة الجامع القديم في الرقة تحتوي على جثث معظمها لنساء وأطفال لا تتجاوز عمارهم العشر سنوات دفنهم داعش فيها هذا وتواصل قوات سوريا الديمقراطية عملياتها العسكرية الهادفة لتحرير الرقة بشكل كامل من احتلال داعش الذي لجأ مؤخرا إلى استخدام المفخخات في محاولة منه لعرقلة القوات العراقية حساسية المرحلة القادمة في الرقة واتساع المساحات المحررة من احتلال داعش تشكل تحديا أمام الفعاليات المدنية في المدينة لقادة تلك المرحلة بأنجح الطرق وعليها أقام المجلس المدني في الرقة الذي شكلته قوات سوريا الديمقراطية دورة لتنسيب عدد من أبناء العشائر العربية لقوى الأمن الداخلي لضبط الأوضاع خلف خطوط المعركة في مرحلة التحرير الحالية وما بعدها مع الإعلان عن انطلاق معركة تحرير مدينة الرقة من تنظيم داعش بدأت توضع الخطط لسد حاجة المرحلة المقبلة المجلس المدني للرقة المشكل من قبل قوات سوريا الديمقراطية وبالرغم من أنه لم يحظى بقبول واسع بعد بدأ بتأسيس جهاز أمني عبر دورات تستقبل منتسبين من أبناء العشائر العربية تحت إشراف مدربين مختصين وبدعم من التحالف الدولي مهمة الأمن الداخلي بشكل عام هي حفظ الأمن خلف خطوط الجبهات في الأراضي المحررة تثبيت نقاط خلفية خلف قوات سوريا الديمقراطية إعادة الأهالي المهجرين إلى منازلهم حفظ أمن المناطق بشكل عام عشرات المتطوعين من سكان الرقة الهاربين من داعش فضلا عن أبناء القرى المجاورة بادروا بالانتساب للدورة الأولى ولأن خدمة المجتمع في مرحلة كهذه باتت واجبا فإن بلوغ راشد 46 سنة لم يمنعه من الانخراط مع الشباب المنتسبين إذ حزم ما تيسر من أمتعته وجاء بزيه التقليدي رفقة اثنين من أبناء عمومته إلى هذا المعسكر انسجنت عدهم ثمنت يام لمدة ثمنت يام يعني حتى أول سجن انسجنت عدهم يعني عاملوني كأرهابي عدهم يعني من أول ما عملته ما نعرفه داعش إنها داعش مرتزقة وإحنا اليوم جايين بقوة الأمن الداخلي تامشين نحمي أهالينا ونحمي أعراضنا من الجاس داعش الأرهابي ولعل أبرز ما جمع بين هؤلاء المنتسبين الضرر الذي لحق بهم بسبب داعش إذ تشكل معاناة كل واحد منهم حافزا للانضمام إلى دورات كهذه ضررنا بشكل شخصي من داعش التي كانت تبعث إلينا فلولها مما يسمى أمنيين هذه المحافظة كنا طلاب جامعة معها التجاري سنة ثانية انقطعت دراستنا بسبب هذه الأوضاع يؤكد المجلس المدني في الرقة على دور قوى الأمن الداخلي في إعادة الأمان إلى المناطق التي ستحرر تباعا من داعش فيما ستقام دورات داخل الرقة بعد بسط السيطرة عليها بالكامل قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتس إن الضربات التي وقعت خلال الأسابيع القليلة الماضية ضد قوات موالية للأسد كانت دفاعا عن النفس وإن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية قواتها في سوريا وأسقطت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي طائرة من دون طيار تابعة لقوات موالية للأسد بعدما أطلقت النار صوب قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة دون أن تسبب إصابات مهاجري المعروف أيضا لاف دريم مهاجري المعروف أيضا بأبي عبد الله الكوزوفي كان من أبرز المنتمين لداعش في سوريا شغل منصب مدير فرع العمليات الخارجية حيث كان يخطط لها جماعة إرهابية في جميع أنحاء العالم في تحليلنا هذا نقرأ في سياق ومدلولات قتله نتابع قتل مهاجري في الثامن من حزيران يونيو المنصرم بلا شك شكل ضربة معنوية لداعش وبات واضحا لقيادة داعش كما المقاتلين بأن هذه المجموعة غير قادر على تأمين سلامة وحماية أبرز وجوهها في الوقت الذي يتجه فيه داعش يوما بعد يوم نحو الهاوية والدمار فهو لا يزال يتكبد الخسائر الكبيرة في أبرز رجاله وفي مساحات الأراضي التي كان يحتلها وهذا بطبيعة الحال يقود بالتنظيم إلى فقدان أهميته الفعلية وفي وقت يخسر فيه التنظيم قادة بارزين كالفيدريم مهاجري فإن أبو بكر البغدادي لا يزال مختبئا بأمان خساراته أصبحت كبيرة ولا يمكن إحصاؤها لدرجة أنه لم يعد يكبد نفسه عناء لثاء أي منهم يعتبرهم إخوته هذا الزيف الذي يطبع علاقة البغداد برفاقه هو نفسه الذي ينطبق تماما على دولته وخلافته المزعومة المشكل الحقيقي للبغداد اليوم بأنه يواجه نقصا حادا في قيادات داعش القادرين على إدارة التنظيم الفجوة التي أصابت قيادة التنظيم بلا شك تؤثر على مستقبل داعش قتل لفيدريم مهاجري سيضيف مسمارا جديدا في نعش داعش وسيشكل علامة جديدة على فشل البغدادي الدريع في بناء وإدارة خلافته المزعومة أحييكم من جديد في الشأن العراقي حررت القوات الأمنية العراقية الجزء الشمالي لحي الزنجيل في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وأعلنت خلية الإعلام الحربي غرب العراق أمس الثلاثاء اقتحام حي الشفاء في المدينة فقال قائد عمليات قادمون يانينوى عبدالأمير رشيد يارالة في بيان له إن قطاعات الشرطة الاتحادية اقتحمت حي الشفاء في الساحل الأيمن من مدينة الموصل وبذلك تم تحرير حي الزنجيل بالكامل قبل الجيش من قبل الجيش العراقي وشرطة الاتحادية نفذت قوات الرد السريع العراقية عملية إنقاذ لعدد من الأسر التي حاصرها مقاتل داعش داخل أحد المنازل في حي الشفاء المجاور للموصل القديمة من جهتها الشمالية مراسل أخبار الآن ويسام يوسف واكب عملية تحرير النساء والأطفال وكبار السن وعاد لنا بالتقرير التالي وهي تتقدم ساعة بعد أخرى خلال عملية تحرير حي الشفاء شمالية شرقية الموصل القديمة تلقت قوات الرد السريع العراقية معلومات استغبارية عن محاصرة داعش عددا من العائلات في أحد المنازل وبعد استكشاف مكان المنزل تم وضع خطة للتوغل وتحرير العائلات من قبضة هذا التنظيم أخبار الآن رافقت القوى التي اقتحمت المنزل الذي يقع داخل المناطق الذي ينتشر فيها مقاتل داعش حيث انطلقنا من منزل إلى آخر حتى تم رصد المكان الذي يتخذ فيه التنظيم العائلات كدروع بشرية مقاتل داعش تحصنوا داخل المنزل بالعائلات التي حاصروها في القبو وكان قرار القوى العراقية المقتحمة الدخول إلى المنزل مهما كلف الأمر لتخليص المدنيين ضرب ضرب علي ضرب علي من هنا هنا واحد بواحدة واحد بواحدة مع جاسم عاستيح جاسم غادم لازم جاسم عاود جوا جوا جاسم تم قطة أحد مقاتلي داعش الذين كانوا داخل المنزل بينما لاحقت القوة مقاتلا آخر من التنظيم أما نحن فقد تمكننا من الوصول إلى العائلات التي عاشت رعبا كبيرا أثناء عملية الإنقاذ أصيب أحد الصحفين المرافقين للقوة بنيران أحد قناصي داعش فقامت القوة بعزل هذا الشارع لغرض نقل العوائل التي تم إنقاذها إلى أماكن سيطرة القوات العراقية الآن العدو بدأ يستخدم العوائل بكثرة كغطاء وكدروع بشرية والمعركة بدأت تقترب وصير اشتبال قريب نشتبه كوي العدو اشتبال قريب ونتمكن الحمد لله من تحرير كثير من العوائل وتدمير العدو بنفس المكان رمرت الفرحة الأهالي الذين تم إنقاذهم من قبضة داعش وتم إيصالهم إلى مناطق آمنة حيث تلقوا الإسعافات والطعام وباتوا بعهدة القوات العراقية توفيت امرأة وطفل عقب إصابتهما بالتسمم نتيجة تناول وجبات إفطار وزعت على نازحي الموصل في أحد المخيمات شرق مدينة الموصل يتي ذلك عقب تعرض أكثر من 825 نازحا للتسمم في إفطار خيري قدمته إحدى المنظمات الإنسانية وفق ما قال محافظ أربيل نوزاد هادي الذي أكد أن 600 مصاب بالتسمم نقلوا إلى مستشفيات مدينة أربيل لتلق العلاج مضيفا أن الجهات الأمنية اعتقلت سبعة أشخاص في المطعم المسؤول عن تلك الواجبات للتحقيق بشأن الحادثة الوضع الإنساني ووضع ما أساوي بالبداية صار حيل يعني ما تعرف سيارات العامة قامت تنقل بالكيات بالبيكامات بالإصعافات كل شيء قامت تنقل يعني ركب يعني لأن أنت أحسبها أنت أحسبها تقريب من 1500 خيمة 1600 خيمة زين والعائلة بعائلتها منذ الأيام التي تلت إقدام داعش على إحراق المكتبة المركزية في جامعة الموصل انطلقت مبادرات علمية محلية وعربية ودولية على نحو واسع لجمع النسخ المهمة من الكتب التي كانت تحتويها مكتبة جامعة الموصل وانطلقت أهم هذه المبادرات عبر تبرعات قدها ناشطون عراقيون وعرب داخل العراق وخارجه وسام يوسف اطلع على هذه المبادرات وعاد لنا بالتقرير التالي منذ أن حرق داعش المكتبة المركزية في جامعة الموصل قبل أيام قليلة من تحريرها لم تتوقف المبادرات الألمية من داخل العراق وخارجه لإعادة إحياء هذه المكتبة من خلال رفضها بالكتب والمصادر وإعادة افتتاحها مجددا نظرا لأهميتها ليس لجامعة الموصل فقط بل لمدن العراق الأخرى أيضا نحن نختار نوعية الكتب أو الطريقة الحديثة الآن في التعامل مع المطبوعات والأطاريح يعني ربما نميل إلى أن تكون كل هذه الأمور الكترانية حتى لا تتخذ المكان الكبير يعني مثلا إحدى دول الخليج تبرعت بمكتبة طبية كاملة ورخية لجامعة الموصل لأنهم حولوا مكتبتهم الورخية إلى الكترانية ولكن شرط علينا أن نقوم بعملية النقل وتعذر علينا ذلك الناشرين موجودين الآن في دول الخليج ناشرين أجانب تبرعوا بكتب يعني بكميات لا يمكن حصرها أبدا المبادرات الألمية لجمع الكتب قادها في بادي الأمر ناشطون مدنيون وأدباء وفنانون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم تحولت إلى نداءات عاجلة لتعويض آلاف الكتب التي أحرقها مقاتل داعش وسرحان ما كانت الاستجابة من جامعات ومكتبات عالمية وعربية ومحلية المكتب المركزية لجامعة الموصل لازالت بانتظار إعادة التأهيل لكي تستقبل آلاف الكتب التي تم التبرع بها من جامعات عراقية ومن منظمات إنسانية لغرض إعادة ترميمها مرة ثانية وتعود للعمل بشكل طبيعي آلاف الكتب بدأت بالوصول إلى جامعة الموصل استجابة لهذه الحملات من مختلف جامعات العالم وتم تدسها في المخازن بانتظار إعادة تأهيل بناية المكتبة التي لا تزال بعيدة عن أي حسابات أو مشاريع لتأهيلها خلال قادم الأيام الحقيقة أول موضوع الإعمار موضوع مؤجل بالوقت الحاضر لأن الخراب الذي أصاب المكتبة هو خراب كبير جدا سواء في البناء أو في الممتلكات والكتب ولكن الحملة بالوقت الحاضر حقيقة حملة قوية وحملة يعني لم نكن نتوقع مثل هذا التجاوب العالمي والعربي والوطني الاهتمام المحلي والعربي والعالمي بمكتبة جامعة الموصل ربما سيجعل أعداد الكتب التي ستصل إليها في الأيام المقبلة يفوق الأعداد التي كانت تحويها هذه المكتبة قبل إحراقها من قبل داعش وربما يشمل هذا الاهتمام إأمار بنايتها أيضا إلى اليمن حيث يستقبل مستشفى السبعين في صنعاء كل دقيقة مريضا واحدا على الأقل مصابا بالكليرة متسببة في وفاة تسعمائة وثلاثة وعشرين شخصا ومهددة حياة مائة واربعة وعشرين ألف شخص آخر وقال مسؤولون في الأمم المتحدة إن ملايين اليمنيين معرضون للمجاعة وإن المنظمة تسابق الزمن حتى لا يصل اليمن لتلك المرحلة وقالت المتحدثة باسم برنامج الغذاء العالمي بيتينا لوشر إن ثلثة سكان اليمن يعيشون أيامهم دون أن يعرفوا مصدر وجبة طعامهم المقبلة إلى بريطانيا حيث أعلن رئيس جهاز الإطفاء في لندن اليوم أن عدد من الأشخاص قضوا في الحريق الهائل الذي اندلع فجرا في برج سكاني غربي لندن وكانت أجهزة الإطفاء أعلنت في وقت سابق إصابة ثلاثين شخصا في الوقت الذي يمكن أن يكون فيه عدد غير محدد من الناس داخل البرج الذي يضم مائة وعشرين شقة موزعة على سبعة وعشرين طابق حيكم من جديد مشاهدين ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم نبدأ تجوالنا القصير مشاهدين بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة اليوم السابع المصرية التي نطالع منها في الصحة عقار لعلاج السكري يقلل مخاطر الإصابة بأزمات قلبية وأمراض الكلا اكتشفت دراسة جديدة دواء مضادة لمرض سكري رخيص التكلفة يقلل من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية وأمراض الكلا وأكد الباحثون بعد تجارب سريرية على مرض سكري أن عقار كان جليفولوزين خفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بمعدل 14% والتي تشمل النوبات القلبية والسكتات الدماغية في أخبار التكنولوجيا نقرأ مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية مايكروسوفت تكشف عن نسخة جديدة من جهاز ألعاب الفيديو كشفت مايكروسوفت الأمريكية عن نسخة جديدة من جهاز ألعاب الفيديو اكس بوكس وان اكس تنافس بلاي ستيشن فور اليابانية سوني وسيسوق هذا النموذج الجديد الأشط قوة على الإطلاق بين أجهزة اكس بوكس على الصعيد العالمي في السابع من شهر تشرين الثاني نوفمبر بسعر أربعمائة وتسعة وتسعين دولار نعود إلى الصحة ونطالع من صحيفة القدس فنجان قهوة يوميا يحمي كبدك من السرطان أفاد دراسة بريطانية حديثة بأن شرب فنجان واحد من القهوة يوميا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد ووجد الباحثون أيضا أن من يشربون كوبين على الأقل يوميا فإن خطر الإصابة بسرطان الكبد يقيل لديهم بنسبة 35% بينما من يشرب ثلاثة أكواب يوميا تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة 50% صحيفة القبس الكويتية مشاهدين عنونت بين صفحاتها الهاتف الذكي بدل جواز السفر في مطار دبي افتتحت دبي مشروع محفظة الإمارات الذكية عبر البوابات الذكية للسفر في قاعة المغادرين في مطار دبي الدولي وهو عبارة عن طرح تقنية جديدة في بوابات المطار تسمح بمرور المسافرين عبرها من خلال تمرير الهاتف الذكية على أجهزة المسح الإلكترونية بعد تحميل تطبيق لتسجيل البيانات الشخصية وتزويد المستخدم بشفرة إلكترونية تكون بديلا عن جواز السفر وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدين من صحيفة الخليج وغليات المياه الكهربائية خطر على الصحة خالصت دراسة حديثة أن استخدام غليات المياه الكهربائية مضر جدا بالصحة وأوضح العلماء أن مادة نيكل التي تدخل في صناعة هذه الغليات مع الاستخدام المتواصل وغليان المياه بصورة مستمرة يؤدي ذلك إلى تفاعل وذوبان نيكل في المياه وبالتالي تدخل في تكوين أي مشروب يتناوله الشخص ومع تراكم هذه المادة في جسم الأشخاص يحدث نوع من تراكم السموم في الجسم نعود إلى أخبارنا مشاهدين فيما يغيب منذ سنوات المسحارات عن شوارع بيروت وأحيائها ما تزال بعض المدن الشمالية والجنوبية تحافظ على تراث هذه الشخصية الرمضانية تقرير تريسي أبي أنتون اقربت الثانية فجرا قبل حوالي ساعة ونصف الساعة من موعد الإمساك يلبس عباءته يعتمر قباعته ثم يحمل الطبل بين يديه في قلب أبو جاسم فرح عظيم يتضاعف منذ 12 عاما فرحة طيبة بفتل بين الأحياء حتى أولاد صغيري حتى النساء حتى أخوان بنتروني بكل شارع وفيه أولاد وشباب ونسوان حتى الزعلان أكثر من راضي رمضان طيب فيه البركات والحسنات وفيه بهجي رمضان فيه بهجي وأنا بس أطلع بهذا الشيء سبحان الله بفتخر بفتخر خاصة إذا بذكر الله ورسوله بذكر يعني شغلات كثيرة بتدخل بالقلب وبتهية وكأنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام أمامي يعني فرحة للناس وفرحة لرمضان وفرحة إن شاء الله رب العالمين عندك ربي يوم القيام بين الأزقة يسير وافقا بأن مهمته أكثر من تقليد لا بد من المحافظة عليه لا بل هي رسالة في الالتزام وفي إيقاظ الناس على السحور الناس تحييه على معروفه فالمسحرات لا يتقاد أجراً إنما يكرمه أهل الحي في نهاية الشهر الفضيل فهو مصدر البهجة فجراً يفرحهم بأنشيده وبحركة مروره التي تخرق صمت الليل ويجذب المسحرات اليافعين الذين يقلدونه في ساعة الظروة فطعبك الأحياء والشوارع الضيقة بقرع الطبول في الوقت نفسه تعود الأحياء لتنشط فجراً وبين المعجنات والفوال والأجبان والألبان والفاكهة تعمر موائد الصحور وتفرغ بسرعة على عكس ما يعتقده الكثيرون قد يغيب المسحرات عن شوارع بيروت غير أنه حاضر بين الشوارع الضيقة والبيوت القديمة لأخبار الآن بريسيا بيعنطون حارة صيدة أفدت دراسة حديثة أنه ليس من الضروري أن تشخص حالة مريض بالسمنة المفرطة حتى يكون عرضة للإصابة بالأمراض التي تسببها زيادة الوزن لطالما اعتقدنا أنه كلما زاد وزن الإنسان زادت نسبة إصابته بالأمراض وأن زيادة الوزن سبباً أساسياً من أسباب الإصابة بأمراض القلب والسكر والسرطان غير أن دراسة صحية جديدة جاءت لتغير هذا الاعتقاد السائد حيث رجحت أنه ليس من الضروري أن تشخص حالة مريض بالسمنة المفرطة حتى يكون عرضة للإصابة بالأمراض التي تسببها زيادة الوزن وأضافت أن أربعة ملايين حالة وفاء رجعها الأطباء إلى زيادة الوزن في سنة 2015 قرابة أربعين بالمئة من بينهم لم تسجل إصابتهم بالسمنة من وجهة نظر طبية وتوصلت الدراسة إلى أن أكثر من ملياري شخص ما بين طفل وبالغ على مستوى العالم يعانون من مشكلات صحية ناتجة عن زيادة الوزن وتتضمن تلك المشكلات الصحية الإصابة بداء السكر من الفئة الثانية وأمراض القلب والسرطان لكن نسبة كبيرة من هؤلاء يعانون من تراجع قراءة مؤشر كتلة الجسم إلى مستويات أقل من 30 درجة وهو الحد الذي يشير إلى الإصابة بالسمنة هذا ويستمر معدل السمنة في الارتفاع مع تضاعف معدل انتشار السمنة في 70 دولة وتقع الولايات المتحدة على رأس القائمة بين الدول التي يرتفع فيها معدل السمنة بين الأطفال والبالغين إذ يعاني منها 13% من الأمريكيين وتحتل مصر المركز الأول في انتشار السمنة بين البالغين إذ كشف التقرير أن معدل السمنة في مصر يتزايد بسرعة أكبر بين الأطفال مقارنة بالبالغين ويصل عدد المصابين بالسمنة في الصين إلى 15 مليون شخص في حين يصل عددهم في الهند إلى 14 مليون شخصاً مع احتلالها المركز الأول في سمنة الأطفال على مستوى العالم وأكدت الدراسة أن المشكلة ليست ببساطة في الدخل أو الثروة لكنها في الوفرة المتزايدة وسهولة الحصول على الأطعمة الغنية بالطاقة علاوة على التسويق المكثف لها الذي من الممكن أن يقدم تفسيراً لظاهرة زيادة الوزن بين القطاعات المختلفة من السكان أفدت دراسة أجريت على مدى عشر سنوات أن الأشخاص الذين تبلغوا أعمارهم 75 عاماً أو أكثر ويتناولون الأسفرين يومياً لتجنب الأزمات القلبية يواجهون خطر النزيف الحاد أو حتى المميت ويتعين أن يتناولوا عققير الحموض المعوية للحد من هذا الخطر في خبرنا الأخير استنسخت فيسبوك أهم ميزة عرف بها موقع التدوين المصغر تويتر والتي تحدد عدد الأحرف في التدوينة الواحدة بمائة وأربعين حرف فيما كانت فيسبوك تسمح بمائة وثلاثين حرفاً للتدوينة الواحدة وتعمل الميزة الجديدة على تحفيز المستخدمين فيما يخص إبقاء تدويناتهم ضمن حدود مائة وثلاثين حرفاً ويمكن للمستخدم في حال زاد عدد حروف الحالة الخاصة به عن مائة وثلاثين حرفاً الاستمرار في كتابة ما يريد ونشره إلا أن الحالة تعود إلى طبيعتها دون خلفية ملونة وقبل ختام النشر المشاهدين هذا تفكير بما جاء فيها من عنوين في إطار المرحلة الخامسة من عملية غضب الفرات قوات سوريا الديمقراطية تحرر مبنى كلية العلوم شرق الرقة القوات العراقية تواصل تقدمها في الجانب الغربي للموصل وتقتحم حي الشفاء في الساحل الأيمن للمدينة وفي اليمن المستشفيات تخوض معركة خاسرة ضد الكوليرا بسبب الحوثيين والأمم المتحدة تسابق الزمن لمنع المجاعة بهذا إذا مشاهدين نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا دائماً لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضاً متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع مشاهدين الكرام عضو ألتقيكم بعد قل من نصف ساعة في مجلس الأنباء موسيقى 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 موسيقى